ثم اغلق الملف لا يدري كم ظل نائما ولعله لا يهمه ان يعرف سمع من يقول ان الحافلة وصلت المحطة الطرقية لبنجردان وتلك وجهته لم يكن يحمل معه سوى حقيبة صغيرة دس بها ملابس داخلية وسروالا وقميصا الجو حار نحن في غشت من العام عشر والفين الوقت فجر ومع ذلك فان الجو يوحي بيوم شديد الحرارة ليس في الامر ما يستغربه هذا الشاب الاتي من القصرين نزل المسافرون تباعا وسريعا اختفوا تقلهم سيارات اجرى قلة منهم لم يتعجلوا وكان احدهم كانت المرة الاولى التي يأتي فيها منير منير بن خميس الى بن جردان لم يخبر احدا برحيله عن القصرين ولم يكن لديه في الظاهر على الاقل ما يحمله على ترك المدينة التي استقر بها قبل خمسة اعوام بعد ان وجد عملا في مقهى بشارع الطيب المهيري ارتباطه بالقصرين هو الاتي من بلعابا حيث ترك عائلته التي تشتغل بالفلاحة نفس ارتباطه بعلاقة حب مع اسية التي تصغره باربع سنين احبها واحبته ثم انهما تزوجا قبل عامين وكان هو في الرابعة والعشرين بينما هي في مستهل رابعها العشرين كان زواجهما مفار جدال في عائلتيهما عائلة بن خميس وهي عائلة مزارعين كانت ترى ان الاصلح لابنها ان يتزوج فلاحة تشبهه نسبا وبيئة ويعود الى بلعابا وكانت عائلة اسية عائلة البرهوم ترى ان زواج اسية من ذلك الشاب القروي مونير بن خميس لا مآل له الا الفشل عبثا نبه عبد المقصود البرهوم والد اسية الى الفوارق الكثيرة بين ابنته ابنة موظف في مصلحة البريد ووسيلة القابلة المعروفة وذلك الشاب ابن عائلة فلاحة تتعاطى الزراعة المعيشية ثم ان مساره الدراسي توقف عند السنة الاولى من التعليم الاعدادي لم تعر اسي اهتماما لما يراه والدها كما لم يصغ مونير الى ما قاله والده وايده فيه عمه احمد وامام اسرارهما ردخت العائلتان واقيم حفل زفاف غاب عنه الفرح وسريعا بدأت تطفو على السطح متاعب الزوجين الشابين الاجر الذي يحصل عليه مونير من عمله في المقهى لا يكفي لتوفير الكثير من الضروريات فكرت اسية في البحث عن عمل ولكنه نهرها بقوة لما طرحت الفكرة ولم يكن قد ابان من قبل عن غضب بتلك الحدة كانت الصعوبات تتراكم ولذلك اختارت اسية ان تؤجل كل انجاب لم تخبره بقرار هذاك وكان الرجل القروي الكامن بداخله يستعجل الخلف ويحلم ان يراها حاملا او ان تأتيه يوما ببشارة ويؤجج لديه تلك الرغبة الجامحة ان والدته تسأله وتلح في السؤال عن الحمل المنتظر كلما زرها بل انه لمس من عائلته تلميحا الى ان اسية عاقر وان عليه ان يتخذ قرارا وان يحسم امره خرج مونير من الباب الكبير للمحطة الطرقية ضوء الشمس يملأ الافق ولو لم يظهر قرصها بعد كل ما يعرفه عن بن جردان انها معبر حدودي بعده ليبيا وان التهريب عماد الاقتصاد بل كل شيء في هذه المدينة ما يهمه ان يجتاز الحدود باسرع ما يمكن ما لديه من مال بضعة عشرات من الدنانير لن يكفيه لاستئجار غرفة في فندق او ان يجلس الى مائدة في مطعم عليه ان يتدبر اموره بشكل مختلف يوم جديد يبدأ ومعه يظن مونير ان مرحلة جديدة من عمره ستبدأ وهو يمشي بلا هدف معلوم تذكر الذي حدث بالامس عصرا لقد قتل اسيا نظر الى ظاهر كفه فرأى الخدوش التي به انها تؤكد انه قتلها حقا تملكه احساس غريب احس بحاجة الى البكاء ندما او فرحا لا يدري ثم انه سأل نفسه عما اذا كان قتله اسيا كان خياره الوحيد الم يكتشف انها ترفض ان تحمل منها وانها تتناول دون علمه ولا اتفاق معه حبوب منع الحمل وهو يمشي تذكر وجهها الذي حمر وهو يخنقها تذكر عينيها الجاحظتين تنظران اليه استجداءا واستعطافا قبل ان تغمضهما تذكر كيف قام جسدها الرشيق بحركات اخيرة سكن بعدها لقد ماتت وان خبر موتها سيشيع قبل مغيب شمس اليوم قال لنفسه انه صار الان بعيدا وسيبتعد اكثر انتبه الى انه صار بمحاذاة سوق ليبيا عدة سيارات من مركات فرنسية قديمة تستف على طول الرصيف هي سيارات تسخر في نقل البضائع المهربة من ليبيا لم تكن ابواب السوق قد فتحت بعد وقف عندها بضعة اشخاص تحاشى اطالة النظر اليهم عليه ان يستكشف هذا الفضاء في عمله في المقهى في القصرين كان كثيرا ما يسمع عن نشاط التهريب الذي تعرفه بن جردان وانه لا يقتصر على البضائع بل يتسع مجاله لتهريب البشر ونقلهم الى ما وراء الحدود وبدى لمونير بن خميس ان يركز كل جهده على الاتصال بمن يمكنه من دخول الاراضي الليبية في القصرين دب الخوف في عائلة البرهوم كان الوقت ضحى ذاك الاحد الثامن من غشت من العام عشر والفين ذهبت وسيلة الى بيت ابنتها اسية للاطمئنان عليها اذ لم تكن قد رأتها منذ اسبوعين وكانت قد اعتادت ان تطرق بابها من وقت لاخر قرعت جرس الباب مرة ثم اخرى ثم مرات ولم يأتها جواب تعلم وسيلة ان منير زوج ابنتها يخرج باكرا للالتحاق بعمله هناك في ذلك المقهى بشارع الطيب المهيري اتصلت بزوجها وابلغته بانها قلقة لان اسية لا ترد ابلغها بانه سيلتحق بها اقتعدت عتبة المنزل وظلت مطرقة ولما وصل زوجها ضغط على زر جرس الباب كما فعلت هي من قبل كان رنينه مسموعا ولكن لا من مجيد ولما يأسى قرر ان يبلغ الشرطة وكذلك تم اقتحام المنزل مضت امها الى غرفة النوم وكانت اول من اكتشف الجسم النحيف الممدد على الفراش الصرخة التي اطلقتها جعلت رجلي الشرطة لذين فتح الباب يقبلان الى غرفة النوم جس احدهما نبضها ثم انه قال بنبرة من اكتشف شيئا ثمينا انها حية كانت امها منهارة في الصالون لم تتأخر سيارة اسعاف في الوصول وحملت اسية الى المستشفى الجهوي ستمضي هناك عدة ايام قبل ان تستعيد عافيتها فتحت الشرطة بحثا قضائيا واستمعت الى اسية التي باحت بما حدث قالت ان منير انقلب مجرما لما اكتشف انها لا ترغب في الانجاب ما لم تستقر اوضاعهما المادية وانه خنقها بكل ما اوتي من قوة ولم يتركها الا بعد ان ايقن انها اسلمت الروح صار منير بن خميس مبحوثا عنها للاشتباه في محاولته قتل زوجته اسية بنت عبد المقصود البرهوم بعد ايام عممت صورته على كل مراكز الشرطة قد يكون خطر ببال منير ان البحث عنه قد بدأ ولعله ظن ان اسية وورية الثرى وصار لها قبر يحمل اسمها كان الاسبوع الثاني في بن جردان يوشك على نهايته لما تسنى له ان يلتقي بمن سيحمله الى ليبيا تعرف اليه في مقهى كان يمضي اليه كل ما اعياه التجوال وقد عمل حمالا ينزل البضائع من المركبات التي تأتي بها من ليبيا وكان عمله الشاق ذاك ما اتاح له اللقاء بهذا الذي يعده بادخاله الى ليبيا لم يكن لدى منير ما يكفيه لدفع المقابل وكان الاتفاق على ان يعمل لحساب شبكة للتهريب ثلاثة اشهر لا يحصل خلالها على اجر لم يكن له ان يرفض العرض وذات ليلة من اواخر غشت كان من بين ركاب واحدة من تلك العربات القديمة فرنسية الصنع في لحظة ما سمع من يتحدث همسا عن راس جدير ورأى رجلا ببذلة لها ازرار معدنية يتقدم ويتلقى شيئا من السائر سيعلم لاحقا ان العابرين الى ليبيا من المهربين كانوا كثيرا ما يدفعون رشاوة في نقطتي الحدود التونسية كما الليبية لما انبلج الصبح اكتشف ان السيارة تتبع طريقا جانباه خلاء بعد وقت لم يطل انحل عليه الذي دبر عبوره الى ليبيا وقال له نحن الداخلون الى زلطن وهناك سيكون المستقر ثم ابتسم في وجهه ابتسامة كشفت عن اسنان نال منها التسوس سلكت السيارة القديمة طرقا تخترق البلدة ثم بعيد اجتيازها مسجدا دخلت زقاقا وتوقفت نزل السائق وقف بمحاذاة السيارة وتمطى طويلا ثم نزل الرجال الذين كانوا على متن السيارة وقال بعضهم لبعض حمدا لله على السلامة تقدم السائق الى باب حديدي يذكر ما بقي به من صباغة ان لونه كان اخضر دخل الجميع وقيل لمونير ان عليه ان لا يبرح المنزل ما لم يطلب منه ذلك اقترب منه اكثر ذاك الذي دبر عبوره وافهمه ان مهمته ان يتولى حراسة ما سينزل بالبيت من بضائع وانه لا يحق له فتح العلب ولا الاكياس حدث نفسه ان هذه الجماعة لا تهرب الملابس والاطعمة بل ان نشاطها يتسع لمواد خطيرة قد تكون مخدرات او اسلحة لم يحاول خداع نفسه يعلم ان كل مخالفة يضبط بها قد تكلفه حياته استلقى الرجال على بسط ارسلت على ارضية الغرف الثلاث التي يضمها الطابق الارضي بينما ارتق السلم الذي دبر دخوله الى ليبيا ومعه السائق استرسل منير هو ايضا على بساط ولم يلبث النام رأى اسيا زوجته التي خنقها وظن انها ماتت رأى عينيها الجاحذتين وسمع انفاسها التي خفتت ثم رأى في المنام سيارات الشرطة تلاحقه وامه تبكيه ورأى اباه المزارع البسيط ممسكا رأسه بين كفيه وجاءه صوت لم يسمع مثله قط يقول له انه سيعدم هب فزعا جبينه يتصبب عرقا نظر من حوله فرأى الرجال الثلاثة غارقين في النوم كان احدهم يغط ويخرج اصوات غريبة نهض ومشى الى نافذة تكاد تكون في زاوية الغرفة من وراء شباك حديدي صدئ واجهة منزل كل نوافذه مقفلة لا شيء اخر يظهر في ذلك البيت امضى ثلاثة اشهر وقد ذكر الذي مكنه من الدخول الى ليبيا بان الاشهر الثلاثة المتفق عليها قد انقضت وان عليه ان يدفع له اجره ان رغب في البقاء في الخدمة وقد طمأنه بانه سيتوصل باجره كما تم الاتفاق على ذلك كانت الفترة التي امضاها في ذلك البيت قد مكنته من نسج بوادر علاقات مع رجال كانوا يأتون بالبضائع التي تخزن هناك الى ان يتم تهريبها الى بنجردان وكان من بين هؤلاء من حدثه ذات مرة عن نيته الهجرة سرا الى ايطاليا علم منه انه يستطيع التوسط له لدى رجل يتولى تنظيم الرحلات البحرية الى لامبيدوزا في ايطاليا لقاء الفي دولار لم يكن يتوفر على المبلغ ولكن فكرة الابحار الى ابعد سكنته وصارت تلح عليه وتدفعه الى البحث عن مصدر يوفر له ما يدفع به ثمن الابحار الى لامبيدوزا كان اسم تلك الجزيرة الايطالية الصغيرة يرن في ذهنه رنين الذهب يحلم بحياة جديدة ان يركب البحر الى حيث لا يدركه كابوس قتل اسية صار حلمه ذاك اقوى من كل عهد قطعه للذي جاء به الى زلطان ذات مساء بعد ان جاء ببضاعة جديدة اكياسا وصناديق من ورق مقوى بعد ان انصرف الحمالون قرر ان يفتح صندوقا وكيسا وينظر ما بداخلهما في الكيس ملابس تشبه الملابس العسكرية لم يكن بها ما يغريه فعجل باغلاق الكيس واعادته الى مكانه فتح الصندوق بعناية حتى لا يبدو عليه اثر الفتح هنا كانت مفاجأته كبيرة في الكيس بندقية ارعبه اكتشافها لم يسبق له ان امسك بواحدة من قبل جلس ينظر الى الصندوق المفتوح ثم انه التمع بذهنه سؤال لما لا يجعلها ثمنا للابحار الى لامبيدوزا حمل الصندوق واخفاه بين اغراض له في تلك الغرفة الصغيرة التي صارت الان غرفته وفي الغد التقى الذي قال انه قادر على التوسط له لدى احد منظم رحلات الهجرة السرية قال له انه جاهز للقاء بالرجل وبتلقائية نظم له صاحبه ذاك اللقاء كان رجلا قصير القام به بعض من بدانه سريعا اكتشف منير انه تونسي هاجر قبل عقود الى ليبيا ذلك ما قاله له ولعل منير تظاهر بانه يصدقه ما يهمه ان يتفقه سأله عن الثمن فقال له انه يطلب ثلاثة الاف دولار لا مجال للتعامل بالعملة الليبية او التونسية صمت منير قليلا ثم عرض على الرجل قصير القامة ان يعطيه بندقية رشاشة جديدة لم تستعمل اتسعت عينا الرجل وهو يسمع عرض منير فقد باغته ثم انه حاول التظاهر بانه لا يرى في العرض ما يغري صمت قليلا ثم قال انه يريد ان يرى البندقية لم يكن لمنير يصحبه معه الى المنزل تواعد على اللقاء بعد ساعتين حمل منير البندقية بعد ان وضعها في كيس لماركة من الرز معروفة تفاد اللقاء باي كان وهو في الطريق الى الرجل القصير لما اظهر جزءا من البندقية لم يتمالك قصير القامة نفسه امسك بها واخرجها من الكيس ثم لعله تفطن الى خطورة ما قام به فاسرع باعادتها نظر في عيني منير وبلا مقدمات قال له انه يقبل ان يحمله على قاربه الى البر الايطالي كان موعد الرحلة بعد عشرة ايام كان اليوم منها يمر بطيئا كذلك خيل اليه وفي الليلة الاخيرة له في ذلك المنزل في زلطن استيقظ اكثر من مرة فزعا رأى زوجته اسية ورأى الشرطة تمسك به واحس حبل المشنقة حول رقبته ورأى الجماعة التي يعمل لحسابها تحاكمه لانه خان وتقضي بذبحه والقاء جثته في البحر كان موعده مع الرجل القصير في الرابعة عصرا ليقوده الى حيث القارب لما وصل فوجئ بتلك الاعداد الكبيرة من المرشحين للإبحار تمأنه الرجل قصير القامع بانه اتخذ كل الاحتياطات حتى تمر الرحلة بسلام لما اسدل الليل سطره على الشاطئ اقتيد المرشحون للهجرة مجموعات الى القارب الذي لم يكن يظهر منه الا ملامح هيكله الخشبي وكأنه ظل قارب لما اكتمل وصول المبحرين واغلبهم من افارقة ما جنوب الساحل سمع صوت المحرك ذكره بصوت مضخة الري في مزرعة عائلته في بلعابة احس الراكبون بالقارب يتحرك الى افق مظلم كلهم صامتون لما توغل القارب ابعد عن الشاطئ احسوا بموج عال يتقاذفه وبعد نصف ساعة انقلب القارب وتفرق الذين كانوا على متنه سمعت اصوات تستغيف واصوات تنطق الشهادتين واخرى تنادي على امهاتها يومين بعد ذلك عرف غرق القارب وقالت الاخبار ان خمسة وثلاثين ممن كانوا مبحرين ابتلعهم البحر مرت على تلك الحادثة اربعة ايام لما اكتشفت اولى الجثث قبالة جرجيس لتحديد هوية الجثث كانت ترفع بصماتها تبين ان واحدة من تلك الجثث التي بدأ ينالها التحلل هي جثة مونير بن خميس بعد فترة ادرجت الوثائق التي تثبت موته غرقا في ملف المتابعة القضائية التي كانت مفتوحة ضده بتهمة محاولة قتل زوجته اسيا ثم اغلق الميلاد